طيب آتي من الأشياء اللي أيضا أخذت عليك موضوع السيسي وأنك وصفته بالمرتد والحقيقة يحتاج لها إلى تحرير لأن هذا الوصف فعلا يعني وصف طوي وشنيع وبما قلت في الأول من أنت يا شيخ حمود تصف ترمي بالتكفير أو الارتداد مثل هذه توكل لهيئة كبار العلماء توكل لمجموعة ومجمع فقه هم من يصدر طيب جميل جميل سؤال جميل وعن كنت أتمنى أنك تسأله أولا لو فرضنا هذا الكلام الصحيح وحق كما هو هل من العقل أن نستخدم كتابات عن قضايا خارجية حتى نشق بها الصف الداخل لا لو فرضنا ثانيا هم يكتبون الآن نزلون هذه التغريدة ويكتبون الرئيس مع أن هذه الكلمة كانت في غضون وفي ظروف مجزرة رابعة وأنا أسألك عن مشاعرك لما كانت مجزرة بالتأكيد لا لا الجميع الأمر الثالث هيئة كبار العلماء أفتوا بردة الكذافي ردة صريعة والشيخ الحيدان قالها في التلبسون نعم بعام الفورمعمة 2 وقبل ذلك نعم وأفتوا بردة حافظ الأسد نعم فالعبرة لما يريد أن يناقشني أحد لأن هذه قضايا علمية أي فلان مرتد وغير مرتد أنا أقول هذا من رده إلى كبار العلماء هذا الكلام نعم ولماذا كتبت؟ السؤال لماذا كتبت؟ أنا هذا القول هذا القول الآن هذا القول في الأعيان في الأعيان أنا أسحب كلامي عنه أعيده إلى هذا كبار العلماء جزاك الله أسمع مني لا خلني كمت فإن قال كبار العلماء أن ما فعله السيسي من إهانة بدون ما فعله وكذا لا أقول الشيخ الألباني نصف سؤال ليس له جواب نعم نصف سؤال ليس له جواب فالجواب الكامل أنا عشان أقول خلص أنت تحيله إلى رجعت عن كلامك وتعينه لكبار العلماء إذا كان لفعال التي فعله السيسي نعم فعال طبيعية وعادية فأنا مع كبار العلماء وأسحب كلامي وإن كان فعاله مثل ما فعل القذافي فلا تؤخذ عليها إذن أنت تضعى في نعم تضعى في مرمى كبار العلماء بارك الله فيك وإن سكتوا سكت أيه وإن نطقوا نطقت خلص وكان أولى فيك من أول أنك تسكت هذي حتى ينطق والله يتذكر سؤال يا دكتور مرزيز سؤال هذه الساحات الاجتماعية هذي بسكوت ولا للكلام لا للكلام بس ليس في تكفير الناس والعيان لا لا أنا قلت لك ما هو في تكفير الناس والعيان تكفير الناس والعيان هذه كلمة عامة عامة أيه لما تقول تكفير الناس غير لما تقول فعل معين فعل معين طيب دعنا كذا نحن أشرفنا على نهاية الحلقة يعني أبغى أعود لكلامك الأول الخمس نقاط الجميلة التي ذكرتها وكيف ترى خلينا نبني من الآن أنت جزاك الله خير في بعضها وضحت أنك مفترى عليك في بعضها قلت أني قلت كلاما وتراجعت عنها في بعضها قلت الآن أنا أتراجع عنها وهذا الحقيقة ديدا طلبة العلم وأنا أحترم هذا فيه أنه الواحد إذا أخطأ يقول أنا أخطأ أنا أتوقف أنا كذا وحيل هذا لهيئة كبار العلماء برأيك يا شيخ حمود الآن كيف يمكن أنت والفضلاء يعني من من لا يرون رأيك من طلبة العلم الشرعيين وقد أكتبت الساحة بهم بالمختلفين هؤلاء كيف يمكن يعني أن تتحد الكلمة كيف يمكن يا شيخ حمود أنه الآن ولاة الأمر يعني ودولتنا في حرب في اليمن وعلى بواب حرب لا سمح الله هناك في الشمال والدواعش هناك متكتلون ونحن لا يعقل أن نجلس في هذا الخصام لا يليق بنا والله لا يليق ليس من الدين ولا المرؤة والخلق ولا الوطنية نجلس نقطاحا وجنودنا الذين دعوت لهم على الثغور هناك كيف يمكن جمع الكلمة أقول يا دكتور أبي العزيز أن الأمة ولا الله الحمد هذه الأمة لم يختزلها الله سبحانه وتعالى في فصيل ولا في مجموعة سواء كانت مجموعة جهادية أو دعوية أو علمية هذه الأمة أمة عريضة أمة العلماء والمفكرين والكتاب والشعراء والأدباء والسياسيين كل هذه الأمة العريضة لا يمكن أن يختزلها في مجموعة يجمعهم مجلس أحدهم الأمة هذه الأمة العريضة ولله الحمد متناغمة ومع أن هذا الفصيل الذي لا يمثل إلا أقل من القليل مع ذلك العلماء والدعاء يفتحون لهم صدورهم وقلوا تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا إلى مرجعية شرعية كما رجعنا إلى مرجعية سياسية تعالوا هذا دعوة كل العلماء كل العلماء بلا استثناء وكل المفكرين وكل قادة الفكر وكل الدعاء هذه دعوتهم فإذا كان هؤلاء أنا أقول لك شيء دكتور عبد العزيز ربما يصدمك أنا أسرد أنت أسرد أنت مئة اسم مئة اسم من مشاهير الدعاء والعلماء والمصلحين والشعراء والأدباء في هذا البلد وأسأل عن هذه القائمة أسأل هؤلاء عنهم ستجد أن في كل واحد منهم جرح هذه أمة يضرب هذه الفصيل يضرب الأمة في وجهها يضرب الأمة في وجهها ليس بالضرورة أن يكون الشاعر هذا العالم ولا يكون هذا الدعاء عالم ولا يكون هذا العالم شاعر هذه الأمة متنوعة إذا كلامك أنت لا ترى أنه بيننا وبينهم ممكن أن يتقارب لا لابد أنهم بصيل يعودون إلى حضر أمة طبعا هذه رؤية تشاؤمية لا لا لست تشاؤمية أنا أرى أليس مثلا توجه دعوة للعلماء لهاية كبار العلماء لمن يسمعون لهم وأنا ذكرت للتو مع الشيخ صالحة سمحت الشيخ صالحة الحيدان والشيخ صالحة البوزان وسمحت المفتي لهم حضور لهم مكانة هذا اللي نقول لها دكرة هذا اللي نقوله من سنوات هذا اللي نقوله من سنوات يقول يا إخوان هؤلاء هذك بالعلماء الذين مات منهم رحمة الله عليه والذي بقي على قيد الحياة نعم وأنا قبل قليل قلت أرجع إليهم حتى في الشيء الذي صرحت به نعم أنا أسحب قولي إذا اختلفت معهم جميل نحن وإياكم وكل العلماء والدعاء لا تجد داعيها الآن إلا ويعتبر كبار العلماء هؤلاء مرجعية صحيح مرجعية فمن الذي يجعل هؤلاء يتمسحون بهم في الظاهر فإذا صدرت منهم الكلمة حادوا عنها هؤلاء العلماء الكبار أين كلامهم الذي يطابق هذا المنهج نقول نرجع وإياكم إليه وخطاب هيئة كبار العلماء الذي قبل سبوع خطاب رائع جدا نعم وخطاب المفتي خطاب رائع جدا نعم وكل يصب في هذا المضامن التي ذكرتها نعم والتي يدعو بها المشايخ والتي يدعو بها العلماء الآن كبار الدعاء لذين يزرحون فيهم هم في مع الجنود ومع العسكر على الحدود الجنوبية رأيتهم أنت نعم وهذا اللحمة الطبيعية أن الشاعر هناك والعالم والدعية والعسكري وكل هؤلاء فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه ويكون عليه الأمة نعم وهذا وضع لأمة الطبيعية جزاك الله خير الشيخ حمود بن علي العمري على هذه الحلقة وأنا كنت أتمنى أن يأتي أحد الفضلاء من طلبة العلم لربما نصل أو يرد بعض ما قلته ونصل في النهاية إلى يعني اتحاد الكلمة إلى كلمة جامعة إلى قواسم مشتركة شكرا لك يا شيخ حمود أيضا الشكر متصل لكم أنتم سادة المشاهدين لمتابعتكم لنا ما يحصل اليوم الحقيقة في الساعة الشرعية المحلية أمر كدر المحبين لهذا الوطن وأفرح الأعداء من الصفويين والدواعش والكفرة والحقيقة ليس مثلي رجل إعلامي على قد متواضع من يعرف في هذا الموضوع لكن حبي لديني وحبي لهذا الوطن المضيء بنور الرسالة يحتم علي التذكير من هذا المنبر الذكرى تنفع المؤمنين فقط وأتساءل أليس في منهج علمائنا الكبار أنموذجا وقدوة وكل طلبة العلم المختلفون اليوم في ساحتنا المحلية بما ذكر الشيخ حمود وقلت له يدعون الاقتداء والأخذ منهم ومن يتأمل اليوم علماء السلفية كالشيخ العلام بن فاز والألباني وابن عثيمين يرحمهم الله جميعا وكيف كانوا يختلفون في المسائل بينهم كسنة كتب الله بين أهل العلم لا يجد العجب العجاب في طرائق تعاملهم مع بعضهم البعض والحقيقة أيضا يتعجب كيف أن التلامذة حادوا عن منهج أولئك الغرر للأفذاذ في التعامل مع مخالفيهم علماؤنا أولئك يرحمهم الله رغم اختلافهم لم يحصل بينهم تهاجر ولا تقاطع ولا مهاترات ولا خصام إنما كان يثني بعضهم على بعض ويشهد بعضهم لبعض بالعلم والفضل مع سلامة الصدور وحسن الظن ولم يكن اختلافهم طريقا للتباغض والتنافر فيما بينهم أو حتى الطعن أو التجريح الوطن اليوم يا أحبتي يا طلبة العلم يا يدعى يحتاج منكم التكاتف وعدم الاختلاف والاستفاف خلف ولي أمرنا سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله في معركته المظفرة مع عداء الملة والدين ولا أجمل من كلامي بقية السلف يرحمه الله وعلامة هذا الزمان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز أختم بها الحلقة كنصيحة أقدمها لكل طالب علم في هذا البلد حيث قال يرحمه الله نحن مأمرون بالاجتماع في عقيدتنا وفي أداء فرائض الإسلام في الصلوات الخمس مجتمعون على السمع والطاعة مجتمعون في علومنا وفتاوانا يجب أن نجتمع وأن نتحر الشيء الذي يؤلف بين القلوب ونبتعد عن كل ما يفرق الكلمة ويشتت أمر الأمة انتهى كلامه يرحمه الله حقيقة كلمات من ذهب وأحرف من نور لذلك العالم الرباني الوضيء ابن باز نلقاكم الأسبوع القادم هذا عبدالعزيز قاسم يحييكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة